أحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فلازلنا مع تمالين شرح بن عقيد وصلنا إلى اسم الإشارة السؤال الأول بما يشار إلى المفرد المذكر والمثنى المؤنث والجمع مطلقا مثل لما تذكر المفرد المذكر ذا والمثنى المؤنث تاني هذا في حالة الرفع وتيني في حالة النصب والجر والجمع أولي بالقصر أولائي بالمد ومطلقا يعني على المذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل ذا هو اسم الإشارة تدخلها التنبيه فنقول هذا رجل صالح والمثنى هاتان امرأتان صالحتان والجمع أولئي قوم صالحون ما الحروف التي تلحق اسماء الإشارة وما معناها وما إعرابها عندنا الحرف الأول يدخل في البداية وهو ها وهو حرف للتنبيه وقولنا حرف إذا لا محل له من الإعراب وعندنا اللام تدل على البعد وهي حرف لا محل لها من الإعراب وعندنا الكاف وهي للخطاب فهي أيضا حرف لا محل لها من الإعراب متى تجتمع اللام والكاف مع اسم الإشارة؟ إذن عندنا أن اسم الإشارة يدخله الكاف واللام للدلالة على البعد إذن الكاف الحرف خطاب لا موضع لها من الإعراب وعندنا ها التنبيه تدخل في البداية وعندنا اللام أما اللام والكاف فلا يجتمعان في الخطاب البعد يعني ها التنبيه واللام لا يجتمعان مع الكاف نعم إذن عندنا متى تجتمع اللام مع الكاف قلنا في الجمع الذي هو عندنا الجمع الذي هو أولي مع القصر أولئي كاف عندنا الكاف واللام يجتمعان وعندنا أولئي لا تجتمع اللام مع الكاف إذا كانت بالمت نقول هاذا هاذاك ولا نقول هذالك وذانك ولا نقول ذاني لك وأولي يجتمع معها الكاف أولالك يجتمع مع اللام أما في لغة المجد فلا تجتمع اللام مع الكاف السؤال الرابع هذا الحارس الأمين الذي حمى الصديق من المعتدئين اجعل اسم الإشارة في الجملة السابقة للمثنى المذكر والجمع المذكر وغير ما يلزم هذا الحارس الأمين هذا الحارس الأمين مفرد نجعلها للمثنى هذان الحارسان الأمينان الذان حمي الصديق من المعتدين وعندنا الجمع هؤلاء الحراس الأماناء الذين حموا الصديق من المعتدين مثل ما يأتي في جملة مفيدة مع الضبط بالشكل اسم إشارة لمفرد مذكر للبعيد والمخاطب مفرد كن كن ذلك الرجل كن ذلك الرجل إذن عندنا اسم إشارة بعيد والمخاطب مفرد اسم إشارة للمفرد المذكر والمخاطب اثنان كونا أو نقول اعملا مثل ذلك الرجل اسم إشارة للبعيد المثنى المذكر والمخاطب مثنى نقول كونا أو نقول أنتما تفعلاني مثل ذانيك الرجلين أو اجعل أنفسكما مثل ذانيك الرجلين هذا في حالة الجر نقول ألم ينهاكم ألم أنهاكم عن تلكما الشجرة هذه مفرد المثنى اجعل أنفسكما في خدمة عندنا المخاطب المثنى وإشارة البعيد كون اخدم وطنكما في مثل حال ذانيك الرجلين اسم إشارة المثنى والمخاطب جمع يا هؤلاء افعلوا فعل ذانيك الرجلين اسم إشارة للبعيد مثنى مذكر والمخاطب جمع مؤنث أي تهن النسوة إن الرجال إن هذا عندنا إن هذين الرجلين نعم عين اسم الإشارة ما ذكر المشار إليه ونوع المخاطبة في الآية الآتية قال الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أرثتمها بما كنتم تعملوا تلكم عندنا التي وعندنا اللام للبعد وعندنا الكاف والمخاطب ونودوا أن تلكم المنادة الذي ناد الملائكة والمنادة هم المؤمنون الذين يدخلون الجنة قال كذلك قال ربك هو علي هين ذلك عندنا ذا اسم إشارة والمخاطب هو سيدنا زكريا فذلك برهانان من ربه فذلك والمخاطب موسى عليه السلام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون حلوا في الأرض ولا فسادة اسم الإشارة تي واللام للبعد والكاف للإشارة والمخاطب المؤمنون هذا هو الطالب الحافظ للقرآن الكريم اجعل اسم الإشارة في الجملة السابقة للمفردة المؤنثة وللمثنى بنوعي وللجمعي بنوعي هذا هو الطالب الحافظ للقرآن الكريم الآن المفرد المؤنث هذه هي الطالبة الحافظة للقرآن الكريم للمثنى هذان هما الطالبان الحافظان للقرآن الكريم هاتان هما الطالبتان الحافظتان للقرآن الكريم هؤلاء هم الطلاب الحافظون للقرآن الكريم هؤلاء هن الطالبات الحافظات للقرآن الكريم اذكر اسم الإشارة التي يشار بها إلى المكان القريب والبعيد مع ذكر أمثلة توضح ذلك عندنا بهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان إذن عندنا تريد القرب تقول هنا أو هاهنا وإذا أردت البعد مع الكاف هنالك أو هناك هذا البعد وعندنا بثم أو هن أو بهنالك انطقا أو هن أسمع الإشارة المختص هذه ضع علامة صح أو خطأ أسمع الإشارة المختصة بالمكان في محال نصب على الظرفية صح إذا تقدمت هذا التنبيه على اسم الإشارة جازة مجيء لا ملبع خطأ جميع اسماء الإشارة تستعمل في العاقل وغير العاقل الجواب على الندرة وليس على الاستعمال بل هو خطأ تستعمل ثم بمعنى أي خطأ عين المخاطب واسم الإشارة المشارة في ميته ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين عين المخاطب المخاطب آدم وزوجته هذه الشجرة هي اسم الإشارة هذه قال تعالى وضمم إليك جناحك من الرهب فذلك اسم الإشارة والمخاطب سيدنا موسى ألم أنهاكما عن تلكما تلكما هي اسم الإشارة والمخاطب والمخاطب بها أو المشار إليه آدم وزوجه عين اسم الإشارة مما يشار إليه فيما يأتي قال تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا عين اسم الإشارة أهذا والمشار إليه محمد صلى الله عليه وسلم أولئك المعلمات المثاليات كرمتهن الدولة أولئك هو اسم الإشارة والمشار إليه المعلمات هؤلاء الطلاب هؤلاء اسم الإشارة والطلاب هم المشار إليهم أعلم ما يأتي هذان طالبان مستقيما ها للتنبيه ذا اسم إشارة ذاني اسم إشارة مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثن طالبان طبعا هذا مبتدى طالباني خبر مرفوع بالألف لأنه مثن مستقيما صفة طالبان مرفوع مثله إن حرف نسخ ها التنبيه ذيني اسم إشارة مجرور بالياء لأنه مثن مستقيما خبر إن مرفوع بالألف حدد موضع الشاهد فيما يأتي عندنا هذه الأمثلة التي هي الشواهد ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام الشاهد فيه أولئك حيث أشار به إلى غير العاقل وهي الأيام عندنا كلمة بعد بعض ظرف متعلق بمحذوف حال من المنازل وهو مضاف ومنزل مضاف إليه والعيش معطوف على المنازل والمنازل منصوب فهو منصوب مثله أولئك مضاف إليه والكاف حرف خطاب والعيام بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان رأيت بني غبراء الشاهد فيها هذاك حيث جاء بيها التنبيه مع الكاف وحده ولم يجي باللام بني لما قال رأيت بني غبراء فبني مفعول رأيت منصوب الياء وحذفت النون للإضافة وهو مضاف وغبراء مضاف إليه الطراف عندنا أولى أهلها ذاك الطراف الطراف بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة نعم وقال الشاعر وأطيب ساع الحياة لدي عشية أخل إلى والدي فأجلس هذا إلى جانبي وأجلس ذاك على ركبتي إذن وأطيب ساع الحياة لدي عشية أخل إلى ولدي فأجلس هذا إلى جانبي وأجلس ذاك على ركبتي استخرج من البيتين السابقين اسم الإشارة وأحدد ما يشار إليه كل منهما من حيث القرب والبعد أشاهد فيها هذا وذلك هذا اسم إشارة للقريب وذلك اسم إشارة للبعين عندنا وبهنا أو هاهنا أشر إلى الداني المكان وبهلك فصلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنا لك انطقا أو هن إذن يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنا لك وهن بفتح أو هن بكس مع التشديد النوم وبثم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد والله أعلم